قاعد الحقيقة بفكر أنا وزمالي الأعزاء وزميلاتي العزيزات فإنه البلد للأسف بقى فيها بالمصطلح الدارج والرائج والمتداول كثيرا هاري فيها كم هاري من هنا لبكرة لا بكرة ده هاري من هنا لحد بعد بكرة طيب هاري في الصناعة هاري في التجارة هاري في الزراعة هاري في التعليم هاري في الصحة هاري في الشهادات بتاعت البنوك إيه كم الهاري ده فهو إحنا عاديين بنتكلم قلنا طب هو إحنا أنت يجي اشتغلي إيه أنا يجي اشتغلي أن أعرف حضرتك الحقيقة زي ما تطلع طيب ونحاول مع بعض طول الوقت نجد حلول يعني إن برح وأنا بكلمك على القطاع الصحي فأنا أذكر لك مجموعة من الحقائق والأرقام صح؟ جميل علشان الهاري ده أنا لا أظن على الإطلاق نابع أو خارج أو منطلقاته منطلقات وطنية على الإطلاق اللي بيبدأ الهاري ولو حضرتك كلفت نفسك ربع ساعة مش أقل بصراحة ربع ساعة تمشي وراء الهاريا عشان تجيب أولها هتلاقي يعني أحد خرفان الإخوان هو اللي أطلق هذا الهاري ثم تبنته لجنة صغيرة من لجان الخرفان وبعدين يبدأ يبقى حالة رائجة فتبدأ الناس تتكلم كل المجتمعات بتهري بالمناسبة يعني لو حضرتك حالفك الحظ وسفرت الولايات المتحدة الأمريكية وأعدت فيها مش كتير لا شهر ولا اتنين أعدت لك عشر تيام أسبوعين هتسمع كم هاري غير طبيعي بس الفرق فين بقى أنه هناك من لا يلتفت للهاري على سبيل المثال داخل المجتمع الأمريكي دي ناس بتاعت شغل كذا الحال في أوروبا ناس بتاعت شغل والهاري فيها لايه القوي قوي لكن الهاريين موجودين في أي مجتمع عندنا لأسباب عدة الهاري زايد من أبرز هذه الأسباب في رأي المتواضع واحد نحن نتبنى الأمر دون تفكير أي حاجة بتتنشر يلا لايك وشير أي حاجة تتحط على الفيسبوك على تويتر على انستجرام على تيك تاك لايك وشير وتبدأ أنت ما أنت برضو مش هينفع توقف مكتوب في الأيدي يعني أخوي يا يهري وأنا مهريش تطروح أنت حاطة الحتة بتاعتك بقى أمو ربع جنيه طبعا في أجيال ما تعرفش إيه هو الربع جنيه الحتة اللي بجنيه خلاص بقت الناس دلوقتي أقل حاجة بتفكر فيه تمام طب يطرحنا كده ليه؟ أنا أدعي إحنا مورناش حاجة يعني إحنا أطعين من وقت مثلا شغلنا أو وقت مذكرتنا أو وقت أبحثنا وقاعدين على السوشيال ميديا ومسكية تلفونات عاملين كده أتحداك تخش أي مكان ما تلاقي أي مكان أي مكان ركب الأوتوبيس الميكروباس التاكسي القطر المترو قاعد في حتة كل الناس قاعد عاملة كده ولو أنت سألت حد بتبص على إيه لك؟ ببص على فيسبوك؟ ببص على أصدب التراجع على تيك توك؟ حلو جميل طيب هو دلوقتي ساعة شغل ولا ساعة فرجة؟ المفروض أنه ساعة شغل لو إحنا في عز الظهر يعني قاعد في مكتبه وبيتفرج على بدل ما يخلص المواطن يعني مش يقص وبعدين ينزل يقرر يهري بقى طيب هتلاقي من ضمن الهاري ما سيجي يقولك إيه؟ البلد حالتها صعبة طب وبعدين صح البلد حالتها صعبة صح مية في المية طب وبعدين صح برضو وحقك السؤال بقى هو أنت سايب شغلك ليه؟ يعني وبعدين دي أنت ما تقولهاش عشان أنت سايب شغلك وبتسأل طب وبعدين وبعدين روح اشتغل سايب المكتب بتاعك ليه؟ سايب المصلحة بتاعتك ليه؟ بتخش تشتغل ده ممنتهى البساطة يعني خش اشتغل دلوقتي معادة شغل أنت قاعد برا المكتب قبل الساعة 2 ولا 3؟ ليه؟ ليه؟ أو قاعد برا المكتب الساعة 11 الصبح ليه؟ وانت وصلت بكتبك الساعة كم؟ عملت قد إيه شغل النهاردة؟ خلصت كم واطن يعني خلصت كم واطن ولو انت بتخلص من الطبور اللي واقف ده ليه؟ تيجي تقول لي اما العم يوسف وما قال اينا الرقمنة وانا قلت لك أن كل حاجة عندي في مصر بقت مرقمنة ده أنا بقول لك أنا بدأت مشوار كان لازم أبدأه يجي من 20-25 سنة فانا بدأته لسه مخلصتش كل حاجة ده واحد اتنين ولو انا رقمنت كل حاجة بالطريقة اللي بتتعمل برة نص الناس دي مش هتلاقي شغل فعشان كده أنا ما بعملش للدرجات يعني مش عاوز أمشي فيها بمنتهى السرعة تاني لأنه دي دولة خايفة على الناس فبتحاول توازن الأمور ما بين أن أنا أعد أرقمن وخلي الحاجات كلها مثلا مميكانة مرقمنة سمي المصطلح اللي نفسك فيه وفي نفس وقت أحافظ على أشغال الناس عشان أنا ما اضطرش أمشي حد فأمريكا بيماشى الناس على صباح الفل عادي يعني أنا مش عارف انت عارف ولا لا أن قوانين العمل في أمريكا بمنتهى البساطة أصحى الصبح أقولك روح بيتك أنا جاي مستلطفك مقاير منك ده بجد مش هزار مش عاجبك روح رفع قضية والقضية بقى تختلف على حسب انت في أنهي ولاية لأنه قانون العمل غير خاضع للقانون الفيدرالي العام الحاكم لل52 ولاية فكل ولاية وليها طريقتها وكل مقاطعة وليها بعض قطورها إلى آخره حدوتها يعني بس خلاصتها آه صاحب الشغل أو مدير الشغل هيصحى الصبح يقولك روح إحنا هنا ما عندناش الكلام ده طيب هسألك تاني انت سايب شغلك ليه سايب الناس وقفة طبور ليه أنا مش بشتغل موظف ده أنا بشتغل في مصنع سايب المكانة بتاعتك ليه ده أنا بشتغل في ورشة عند اللوصة فلان سايب ورجتك ليه بس هو سؤال يعني فأنت بتقول الدنيا وقفة هقولك طب اشتغل بس أنت مش عاوز تشتغل فيه ناس مش عايزة أنا مش بقولك كل الناس فيه ناس مش عايزة تشتغل فيه ناس عايزة تفضل قاعدة حط الرجل على رجل وبعدين يعود يقرأ على الفيسبوك ويعمل لايك وشير وبعدين يفتي وبعدين يعود مع صحابه بالليل على القهوة اللي هو ما جمعنا مش قادر أفهم أن المرتب مش مكفيني هو عاوز ما يشتغلش بس في نفس الوقت عاوز المرتب يزيد وياخد المكافأة والحافز والإضافي بس هو ما اشتغلش بعشر جنيه فلو ما خدش الحافز والمكافأة اللي هم مش من حقه غير لو يشتغل يزعل وصوته يعلى وفيين وانت اشتغلت انت هتكافأ على عدم الشغل هتحفز على عدم الشغل يا دين النبي هو فيه كده طيب بلاش دي قاعد بتهري ليه في اللي انت ما تعرفوه طيب ما تدي نفسك فرصة تقرأ تتطلع تفهم طيب أنا مش إخوان ما تقولناش بقى أن كل الناس إخوان يا عم أنا عارف أنت مش إخوان بس أنت تبنيت كلامه أنت تبنيت الهاري بتاعه فكملت فأنت حققت له كل اللي هو نفسه فيه لهذا السبب قلنا طيب ما تيجو نعمل حاجة لطيفة كده إن احنا كل يوم زي دلوقتي مثلا في بداية الحلقة نعمل مثلا حاجة تحت هاشتاج نسميه كفاية هاري بلاش هاري بطلو هاري طيب وهنقول إيه بعد الهاشتاج ده مثلا نقول إنه تعالى نتكلم على الأرقام المتعلقة بالصناعة حصل إيه في مصر خلال سبع أو تمان سنين حصل واللي بيحصل حصل إيه في مصر في قطاع الزراعة الصحة التعليم القطاع المصرفي السياسات المالية السياسات النقدية إلخ 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 من مختلف أنشطة ومناحي الدولة والحياة داخل جمهورية مصر العربية مجرد تفكير قاعدين بنتكلم فيه أنا وزملائي لأنه فعلا الحكاية زادت قوي أنا بقدر جدا كمواطن وبحكم شغلانتي وبحكم حتى تركبتي أن أنا استوعب أنه في وقت الأزمات الناس بتتفكي بكلمتين صح بس تتفكي بكلمتين منطقيتين لو كانوا كلمتين يعني بناش فتي لأن أنت بتضر نفسك مبدئيا يعني وبتضر مجموعة حواليك وبتشح حالة من السلبية والإحباط غير طبيعي غير طبيعي زي كده ما حكيت لكم على الواب بتاع انبارح حمار حصاوي لما حبي يجذب طلح حمار حصاوي ليه؟ قال لك أنا جاي من 6 أكتوبر خدت الدقيرة الأوساطي طلعت على طريق الضبعة وأنا ماشي روح تدخل على محور طاحة مصر إيه يا عم ده؟ إيه الحصاوي ده؟ طب أنت تمشي وراء حصاوي زي ده؟ أنت يرضيك أنت تمشي وراء واحد زي ده؟ يرضيك أن أنت تشير فيديو زي ده؟ يرضيك أن أنت تتعلق عليه بقى تعليقات اللي هو إيه بقى ده في واحد كده دايما نفكر نفسه أديب وعملت فينا كده ليه يا مصر؟ يعني هو فجأة كده مثلا بقى يحيط طهر عبد الله يرحمه بالمناسبة أنا أدعوكم دايما لقراءة يحيط طهر عبد الله الله يرحمه ده كان أديب عظيم لو كان ربنا سبحانه وتعالى الدال والعمر يعني كان يعني بقى له شأن أكبر بكتير جدا من الشأن اللي خده في حياته رحمة الله عليه ما تزغير يعني فالجمل بقى ليه وعملت فينا كده ليه يا مصر؟ حبناك ما حبتناش طرنا بيك ما وقعتناش حاجات كده يعني ليه؟ أنت ماشي ورا حصاوي هي وصلت حصلت ما ينفعش حتى ما يلقش بيك أنت شعب عظيم شعب مهم يا ما اخترع ويا ما إدى الإنسانية مصر دي اسمها أم الدنيا ليه؟ ليه مصر أم الدنيا يعني؟ أم الدنيا علشان سيادتك عشان دماغك ومخك عشان طول عمرك بتعقل الحاجة بتفكر فيها كويس عشان كده أنت اللي اخترعته نظم الري وأنت اللي مهدت الأرض للزراعة يا راجل ربنا إدى نهر النيل لتسع دول محدش فيهم عارف يعمل حضارة زي بتاعتك كان فيه حضارات ما بدقدرش ننكر لكن حد عمل اللي أنت عملته طب ما هو إدى أصدقائنا إخواتنا أشقائنا في العراق بدل النهر اتنين دجلة والفرات وعملوا حضارة عظيمة بس مش زي بتاعتك إدى الصين أنهار وبحار وفيافي وجبال وديان وسهول عملت حضارة عظيمة بس مش زي بتاعتك أنت حاجة تانية خالص استوعب أن أنت فعلا حاجة تانية أنت كبير فأكبر بنفسك أكتر عليك أن تشعر بالفخر والخيلاء إن أردت تمشي كده رفع راسك في السمك أنا مصري أنا اللي عملت كل حاجة الغريق جم تعلموا عندي الرومان جم تعلموا عندي العرب المسلمين جم تعلموا عندي أنا اللي علمت كل دول وبالمناسبة ده مش تاريخ قديم أنت على تعاقب الحضارات وعلى تعاقب العصور دايما كنت أنت الأكثر تفوقا يا رجل مثلا في قرن أواخر القرن التسعتاشر أواخر القرن التمنتاشر سنة 1798 لما مصر تم احتلالها من الفرنسوين الحملة الفرنسيين قل بلد في العالم فرنسا دخلتها وخرجت بعد ثلاث سنين غيرك وخرجت مهزومة مضحورة مهزومة مضحورة طب مهزومة وفهمناها إيه مضحورة خرجت هذه الجيوش الإمبريالية تجر أزيال القيبة ولم يبقى هنا غير العلماء والمفكرين مأخوزين مشدهين بهذه الحضارة فقعدوا هنا عشان يأسسوا علم مفيش زيه في الدنيا غير بتاعك انت الإيجيبتولوجي علم المصريات ده على سبيل المثال الحصر الدنيا بالنسبالك صغيرة والعالم شايفك كبير خليك كبير على قد البلد اللي انت منتمي ليه وما تسيبش نفسك لشوية خرفان ما تنساش ان انت اللي سميتهم خرفان في حد يمشي ورا الخرفان وبطلوا هاري بقى